الطيران المدني كدائرة طيران مدني تأسست عنا في الأردن بواحد اثنين 1950 نعم فيعني أنت بتحكي عن تاريخ يعني طبعا من أوائل المؤسسات اللي كانت موجودة طبعا ليش تأسست تنظيم الطيران أو مليارية الطيران المدني آنذاك كان اسمها وخلينا نحكي اللي هي هيئة نظيم الطيران المدني اللي احنا فيها نعم احنا كدولة أردنية هو يطلق دائما بالطيران على الدولة دائما مصطلح دولة نعم مثلا الدولة الأردنية الدولة الأردنية وقعت على ميثاق شيكاغو للطيران المدني اللي أسس للطيران المدني العالمي كلياته بطمانطاعش ثلاث الف وتسعمية و سبعة و أربعين سبعة و أربعين فنحن من تقريبا من الدول المؤسسة نعم وبالتالي على أساس أنت نتيجة التزاماتك على توقيع على ميثاق دولي يعني ميثاق دولي كل دولة عضو بالأمم المتحدة و ذات سيادة موجودة و موقعة على هذا الميثاق فبالتالي لازم تعمل عندها مؤسسة اللي تكون أداة تنفيذية لالتزاماتها الدولية يا سيدي نعم نعم فإحنا واحد اثنين 1950 و ما قبل ذلك يعني منذ توقيع الأردن أو الدولة الأردنية على ميثاق شيكاقو للطيران المدني اللي هو بشهر ثلاثة ألف وتسعمية و سوى أربعين كان في عنا قسم بالأربعينات لما كانت الوزارات محدودة فأعتقد كانت الوزارات مجموعة و وزارة الصناعة والتجارة والمواصلات والآخري كان في قسم بوزارة المواصلات اللي هو بيعنا بالطيران المدني لاتر اون صار لزام أنه يصير في هيئة مستقلة أو جهة مستقلة فكانت اسمها بالأول مديرية الطيران المدني بواحد اثنين من خمسين نعم فأنت تحكي عن تاريخ طويل و عمري طويل في هذا ومواكب للطيران المدني الدولي نعم اليوم لما نتحدث عن اتفاقية شيكاقو أو حتى فكرة الطيران المدني وتخصيص يوم إلو هي الهدف منه هو بالفعل هذا الطيران جسر بيوصل الحضارات والعالم وركيزة للسلام والرخاء نتحدث عن دوره في التنمية دوره في التنمية الاقتصادية دور الطيران المدني في التنمية الاجتماعية اذا بدك على الصعيد ايضا المحلي نعم نحن بنحكي عن مبدأ اللي بسموه الكونكتيفتي نعم والروافع يعني حتى اذا انت بدك تتعلم بدك تتثقف بدك تتعالج بدك كذا you have to travel بدك تسافر الوسيلة يعني اللي توصلك لكل الدنيا لكل هذا اللي هو طيران المدني هذا اول اول جالب من الموضوع يعني سواء على الصعيد الاجتماعي سواء على صعيد العلمي سواء على صعيد التجاري كمان يعني انت في عندك نقل جوي نعم يعني انت بدك التاجر بدك تجيب سياح لعندك بدك تودي سياح لعندك مثلا كيف بده يكون عندك سياحة بالاردن بدون ما يكون في عندك ربط مع دول العالم وبالتالي بدك لازم يكون في اتفاقيات مع كل الدول العالم اتفاقيات دولة لدولة على اساس ان انا اقدر اسير رحلات لهذه الدول وبنفس الشيء بالمقابل تيجي لعندي نعم فكل ما كان عندك يعني احنا طبعا كهيئة تنظيم طيران المدني احنا واحدة من مواجباتنا وبالمناسبة يعني رئيس الهيئة وعطوفة رئيس الهيئة موجود حاليا بالرياض باجتماع لتوقيع الاتفاقيات يعني احنا عنا اتفاقيات من 193 دولة بحدود 90 اتفاقية والحبل على الجرار يعني احنا مثلا نعمل اتفاقيات دولة لدولة وبتكون موجودة عنه على اساس مثلا تعمل مع الاكوادور تعمل مع بوتسوانا تعمل مع هذا الاتفاقية موجودة اتفاقية دولة لدولة في اي حالة احدى النواقل الوطنية بدها تشغل على هاي الجهة بتكون الاتفاقية موجودة وبالتالي بتسير خط عليه نعم باش مهندس يعني مع التطور التكنولوجي الهائل اللي عم بصير في كل المجالات وأكد في مجال الطيران يعني احد المجالات اللي فيها تطور كبير جدا كيف عم نواكب كيف عم نمشي مع العالم شو الفرص اللي موجودة حاليا بالنسبة للطيران المدني في الاردن سيدي احنا بالنسبة انه زي ما اتفضلت حضرتك وحكيت انه الطيران المدني هو يعني طيران دولي نعم وبالتالي يعني فيه له اهداف استراتيجية فيه السلامة سلامة الطيران المدني عملة الطيران المدني اللي هو الاير ترانسبورت وفي عندك الانفيرومنتال بروتكشن اللي هو حماية البيئة نعم هلا انت لما انت بتحكي عن سلامة السلامة يعني سلامة الاجواء سلامة المطارات سلامة كل شيء يتعلق بالطيران المدني هذا الشيء بحتاج انه يكون عندك انظمة ملاحة جوية متحدثة بتواكب التطورات فالحمد لله احنا يعني كونا دولة يعني لا ما انا افتخر انها عريقة بالطيران المدني فاذا انت بتحكي ان احنا من الخمسين موجودين ومن اوائل الدول يعني بالمنطقة اللي عندنا طيران مدني فيعني وجوبا انه احنا بنواكب كل شيء يعني خاصة هاي الطيران المدني تكنولوجيا ودايناميك اندستري كل شيء يوم فيها جديد نعم فاحنا وينيفر يعني وينما كان يكون في عنا تطور بتيجي نشرات من منظمة الطيران المدني الدولية على شيء احنا اوتوماتيكلي ما بنشتغل على حتى على مبدأ الرياكتف احنا يعني لا احنا برو اكتف بنكون مجهزين حالنا ويرد ما بصير الفكرة وبالتالي هذا المبدأ اللي شغالين عليه جميل جميل علياتكم ايضا يعني في نسبة من الشباب مهتمين بهذا المجال وهذا القطاع اذا تحدثنا عن برامج التدريب والتأهيل فيما يتعلق بالطيران المدني شو بتقدمه سيدتي يعني الطيران المدني هو باعتمد على خبرات نعم يعني التدريب والتأهيل والتدريب المستمر هذا اساس نعم يعني خليني احكيلك على مثال يعني يعني احنا مثلا بنعين الموظف على اساسها بس احنا بنعينه بداية بس الركروتمنت هاي اشي بس بعدين بتبلش في اللي هي موضوع التريننج التريننج في عندك انشال التريننج في عندك اون جوب تريننج في عندك ادفانس تريننج في عندك ري كارنت تريننج اللي تدربوا مثلا بعد خمس سنوات لازم يعيدوا بعد خمس سنوات لسبب واحد زي ما تفضل زميلك واخونا انه كيف انتوا بتواكبوا التكنولوجيا يعني مثلا انا مثلا اخد دورة قبل خمس سنوات اي هاف تريبيت ذي سيم الدورة اي بعد خمس سنوات اذا صار فيه تطور صحيح او بجوز بعد سنتين اذا صار فيه اشي جديد نعم يعني هسا في عندك مواضيع كثير الارتفشال انتليجنز في عندك السايبر سيكبيريتي والامور هذي كلياتها فا يو هاف تبريبير يعني يور ستاف يور اكسبيرت على اساس انه كنوا متواقبين وطبعا لخدمة كل ما كانت اجوائك امنة نعم وبنيتك التحتية وانظمة انتك الملاحية يعني متقدمة كل ما كانت الارتفشال منطقة جذب نعم نعم